دخل العراق حداد راح يستمر ثلاثة ايام على ارواح اكثر من 122 شهيد سقطوا خلال تظاهرات الايام الماضية اللي انطلقت بالاول من اكتوبر احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة والفساد المستشري بالبلد والمحاصصة والبطالة واعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي انه راح يطلب من مجلس النواب التصويت على تعديلات وزارية ويعد هذا الاجراء هو الاحدث ضمن محاولات تهدئة المحتجين اللي طالبوا على مدى اسبوع من الاحتجاجات الدامية برحيل الحكومة والنخبة السياسية اللي شوفوها فاسدة التعديل الحكومي يشمل وزارات الصناعة والصحة والهجرة والتربية وكذلك وزارة الاتصالات واعتبر عادل عبد المهدي انه البلد واجه تحدي اجتماعي وسياسي للديمقراطية النامية اما حقوق الانسان النيابية قدمت عدة مطالبات لعبد المهدي بشأن المتظاهرين وتتضمن تحديد الجهات المسؤولة عن قتلهم ووجه رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي القاضي فائق زيدان بحسم قضايا الموقوفين بالتظاهرات بسرعة والتحري الفوري عن من تسبب بمقتل المحتجين اتخاذ القرارات المناسبة على ضوء كل قضية والتحري الفوري عن المتجاوزين حدود واجباتهم الوظيفية ممن تسببوا باستشهاد واصابة عدد من المتظاهرين وشهد العراق تظاهرات حاشدة في بغداد وأكثر من عشر محافظات أخرى للمطالبة بالحقوق المشروعة ولكن للأسف واجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي والرصاص الحي وهذا اللي أكد المتظاهرين بعد استشهاد العديد منهم على أيدي قناصين مجهولين وهذا الشيء تسبب بالغضب الشعبي العارم سواء داخل العراق أو خارج العراق وتلقى ردود أفعال دولية وتصاعد الغضب الشعبي وتصاعدت وياها سقف المطالب وأعلن عاد العبد المهدي عن تقديم تعديل وزاري إلى البرلمان لإقراره في جلسة مجلس النواب على أساس أنه الحكومة راح تعلن خلال الساعات القادمة عن قائمة جديدة بالمتهمين بالفساد وإحالتهم إلى محاكم النزاهة بالإشارة إلى أنهم من كبار الموظفين بالدولة في حين دعت جميع إلى التهدئة وإيقاف العنف فورا وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن أسفها لاستخدام العنف ضد المتظاهرين بالعراق ودعت جميع الأطراف إلى نبذ العنف وضبط النفس